لاحظنا أن العراق دايماً حاضر بلوحاتك وفي إلك لوحة اسمها بيوت بغداد كمان كان في عدد من اللوحات بتحكي عن الحرب والسلام هل كنت عم تنقل الأحداث يلي كانت موجودة بالعراق أو كنت أيضاً عم بتعبري عن مشاعرك تجاه هيد الأحداث يعني هل هي مزيج من الأحداث والمشاعر؟ كان قبل ما أجي على لبنان كانت مزيج عن الأحداث والمشاعر خاصةً أحداث التسعين لما صار الاشتياح على العراق واحد والتسعين لوحاتي بذاك الوقت كلها كان عن شعوري عن العراق إلا أنا مش صحفية فمش مثل ما تماماً مثل ما أنتم تحطوا بس بذاك المعرض بالذات اللوحات كانت بدون ألوان عادةً أنا معروفة بألواني كأنه حد أخذ كل الألوان من عندي وظلت اللوحة هيك مجردة إلى أني جيت على بيروت لما جيت على بيروت صار الشارع هو يحكيني بعدين المشاكل الحروب اللي حوالينا بالعراق وبسوريا حتينا باللبنان خاصةً أثر فيها الأمهات اللي من وجهة نظر الأم بأن لما ابنها يروح بالحرب فأعملت معرض كامل اسمه أوراق ضائعة عن الأولاد اللي راحوا أو يجيبوا لها الجثة وهو كبير بالعمر مش يعني تعتبر أنه بيروت غيرت مضامين وأفكار لوحاتك شو السبب؟ بيروت يمكن الحركة هون والحياة وحسيت حالي كثير قريبة أنا ما عاز لحالي قبل كنت مثل بالستوديو لحالي وأفكاري هون لا الشارع فرض حاله علي الحياة اليومية يعني هلأ مثلا بس أجي هون أول ما جيت أخذت المحل هذا الستوديو بس أجي من بيتي لهون لازم أمر من الدوار ما ممكن هذا ما يأثر فيه لما أشوف كل هالأمال قاعدين الرجال قاعدين ناطرين حد يطلبهم يشتغلوا فطبعا هذا راح يأثر علي ما فيني أظل على الأفكار يعني اللي العالية يعني بدي أجي للواقع نعم